بريطانيا منزعجة من عنف الاحتلال تجاه الفلسطينيين من عنف الاحتلال مش منزعجة من الاحتلال منزعجة من عنف الاحتلال ان افراس النهر تزعجنا فاكرين الفرس والتطار في العراق ان بريطانيا منزعجة من عنف الاحتلال لانه خليك احتل واضرب مش بعنف وبتقول لن ننقل سفارتنا الى القدس ونرفض خطوة واشنطن يا سلام التاريخ لا ينسى من زرع إسرائيل في المنطقة بوعد بولفور كانت بريطانيا كانت المخابرات البريطانية هي اللي زرعت اليهود الإسرائيليين والصهاينة في قلب الأرض العربية ولننسى هذا لبريطانيا تيجي النهاردة بريطانيا تقول المتحدث باسم تريزا مي يقول ان العنف والخسائر في الأرواح في غزة تدعو للهدوء تدعو للقلق وادعو للهدوء وضبط النفس والخطوة الأمريكية خطوة مش عجباني وانا ضدها ومش هنالي الصفارة انتم مش هنالي الصفارة بس انتم اللي زرعتوا إسرائيل انتم من زرعتم إسرائيل انتم من زرعتم المرض انتم من زرعتم الخلايا الصراطنية اللي موجودة حتى الآن بيرفض الإسرائيليون الآن كل الحلول المطروحة بيرفضوا حل الدولتين بيرفضوا حل الدولة الوحدة بيرفضوا حل السلطة كل ما يُعرض عليهم مرفوض انتم عارفين ليه؟ عشان احنا ضعاف الضعيف لا يتكلم لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تستطيع أن تأخذه على ساحة الحرب هي دي اللغة إسرائيل الله يرحمه سعد الدين الشازلي قال لي مباشرة قال لي بالضبط إسرائيل دولة جبناء وأمريكا دولة جبناء والجبناء هنا وفي أمريكا في إسرائيل وفي أمريكا لا يعرفوا إلا لغة القوة لن يفهموا إلا لغة القوة لا مروء لديهم ولا أخلاق لديهم ولا مبادئ لديهم ولا إنسانية لديهم لن يفهموا إلا لغة القوة والعنف